حرب شرسة قادتها مصر ضد التنظيمات الارهابية وعلى رأسها جماعة الاخوان الارهابية وما زالت تقودها ايضا ضد الدول والانظمة الداعمة لأي من تلك الجماعات فلم تكتب ثورة الثلاثين من يونيو كلمة نهاية في عمر تنظيم الاخوان محليا فقط بل نجحت في اسقاطه ايضا اقليميا ودوليا ووضعه في ازمة قد تكون الاصعب على الاطلاق في تاريخه الاسود الذي بدأ قبل خمسة وثمانين عاما المعارك ضد الاخوان ظلت مستمرة حتى بعد سقوطهم باعوان لاسترداد مؤسسات الدولة فبعد الاطاحة بمحمد مرسي وتقديم بعض قيادات الجماعة لمحاكمات عادلة نجحت مصر في فتح النوايا الحقيقية للتنظيم امام العالم العربي والاسلامية اعلان الاخوان جماعة ارهابية وحظر انشطتها والتحفظ على جميع منابع تمويلهم ضرب كل المخططات المدمرة للعديد من القوى الخارجية التي سعت الى تصدير الارهاب لمصر وتوطين جماعات ارهابية في سيناء من خلال تقلد الاخوان للحكم ولإيمانها بان الجماعات الارهابية ترتبط ايدولوجيا مهما تبعدت جورفيا تحركت مصر كثيرا على المستوى الدولي لخلق رأي عام عالمي قوي لمواجهة الارهاب وتجريم تمويله وتعميق سياسة التعاون وتبادل المعلومات بين اجهزة الدول المجاورة وسيلة عمل تنظيم الاخوان تقوم على تسييس الاسلام وتحريفه لإثارة الشقاق في المجتمعات وتغذية مشاعر العداء والعنف لذلك كثفت مصر وازهرها الشريف جهودهم في تصويب الخطاب الديني المتطرف ومنع الاستحواذ على منابر المساجد مع وضع قضية مكافحة الارهاب على اجندة الامم المتحدة من خلال رئاسة مصر لجنة مكافحة الارهاب بالامم المتحدة ابان ثورة الثلاثين من يونيو بدأت مصر معركتها ضد الارهاب الاخواني وهي لا تستند الا على وحدة شعبها وجيشها وتأييد غير محدود من الامارات والسعودية وبعض الاشقاء العرب فيما كان العالم ينقسم ما بين المتفرج على ما يحدث اود المستمر في رهانه والدائم لاخوان الشر ومخططات التدمير ولان العمل العسكرية والامنية فقط غير كاف اعلنت مصر منذ اليوم الاول انها مع التحالف الدولي لمكافحة الارهاب متبنية استراتيجية شاملة لدحر مخططات الاخوان وعوانهم في سيناء وفي الدول العربية الشقيقة الامر الذي ساهم في انكشاف دور الدول الداعمة لجماعة الارهابية ووضعها في مقصالة الاختيار ما بين العزلة او التوقف عن جرائمها وكانت القمة التي عقدتها مصر في مايو 2017 مع عقادة الدول العربية والاسلامية في الرياض هي الترجمة الكابوسية لكل مخاوف الاخوان حيث بدأت بعدها مباشرة حملة من مصر والسعودية والامارات والبحرين في مقاطعة قطر لاجبارها على الخضوع لعدة مطالب اهمها وقف ايواء ودعم ومساندة جماعة الاخوان منذ تصنيف الاخوان كجماعة ارهابية اصبح كل من يدعم ايا من تلك التنظيمات في مرمى سهام القاهرة فمصر كانت اول من يدرك ان كل الارهاب يخرج من عباءة واحدة هي عباءة الاخوان ومخططاتهم التدميرية